بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلاة وتسليما تامين كاملين إليهم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر بشدة على هذا الغياب الطويل الذي كان نافعا أكثر مما كان ظارا ولعلني تعرضت لوعكة صحية وصوتي يدل على ذلك بوضوح الحمد لله يعني على كل حال مرضت شوية إلى آخره وهذا المرض يعني أقعدني الفراش قليلا ولكن الحمد لله على كل حال المؤمن دائما مصاب مبتلى من عند الله تعالى ونحتسبه يعني هذا الأمر نحتسبه عند الله تعالى هذا المرض يعني خلاني أعيد النظر ومشاهدة الفيديوهات ويعني خلاني أفكر من جديد خاصة أن الوزارة بدأت في إصلاحات كبيرة جدا على مستوى برنامج الثانوي ولعل الأساتذة رح نقول لكم هذا الكلام أن الوزارة غيرت الكثير 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 هذه السنة وبرنامج الأدب العربي خاصة سنة ثالثة الثانوي يعني كاين فيه تغييرات ولكن ليست تغييرات كبيرة ولكن يعني واضح جدا أن باكالوريا 2020 ستكون باكالوريا يعني في المستوى في المستوى في المستوى يعني ما نقدرس نقول لكم صعيبة لأن كلمة صعبة ما تصعبش عليكم أنتو ما أنا أتمنى أنكم تكونوا في المستوى كما راني متمنى نشوفكم ما راح تصعب عليكم ولكن تأكدوا تماما بأنها لن تكون كالسنوات الماضية هذه المرة الباكالوريا خالية تماما من الأخطاء هذه المرة الباكالوريا 2019 التي كانت خالية من الأخطاء راح تكون 2020 باكالوريا بين قوسين بين قوسين نستطيع أن نقول أنها باكالوريا يعني مثالية نحن نقول لك أستاذ راني نهدر معك كأستاذ نقول لك مثالية بمعنى لك كتلميذ راح تكون صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا وطويل العمر اللي يفوت العام القادم ولذلك يجب علينا أن نقوم بالتحضير بجدية واجتهاد طيلة السنة علش؟ لأن التحضير الهادئ والتحضير الجدي طيلة السنة يؤتي أكله ويؤتي ثماره يعني خاصة إذا كان يطبخوا على نار هادئة أما أنك تفرصي يروح كما فعنا العام الماضي نحن وقعنا في خطأ العام الماضي أنني افتحت القناة تعي في شهر ماي وبدأت نحط في الفيديوهات وبدأت نجري إلى غير ذلك ولكنني قد وقعت في تلك المآزق يعني كما تعرفون والحمد لله أنقذنا أنقذنا ما يمكن إنقاذه ولكن ليس بالشكل المطلوب الذي أريده أنا لأنني دائما يعني لي فيكم ثقة كبيرة جدا وأنا أتمنى أن أرى في أعيونكم ذلك البريق بريق النجاح يعني معناها تقول أني درست عند الأستاذ حيقول لازم تقولها بفخر يعني ونقول باللي درست عندي فلان أنا أيضا لازم نقولها بفخر الجديد هذه السنة أن البكالوريا راح تكون الأسئلة كلها أسئلة فهم أسئلة الحفظ انتهى عهدها أسئلة الفهم بمعنى أسئلة استنتاجية بمعنى قادرة لعلكم أنا قلت لكم السنة الماضية قلت لكم يجمع بأن التقويم النقدي راح راح يجيسنا بشكل استنتاجي حاجة جديدة مكش قاريها أصلا ولعلكم شفتوا في التقويم النقدي أن الشيلي جاء مقرناش يعني أو يعني ضربنا عليه طلع خفيفة أو مررنا عليه مرور الكرام أو أشرنا إليه ربما ولكن ما كانش كما كنا متوقعين كانت صادمة جدا ولكن أنا حذرتكم من هذا الأمر حذرت حذرت قلت لكم يا جمع التقويم النقدي راح ما هوش حفظ التقويم النقدي راح ما هوش حفظ نقولها ونزيد نعودها التقويم النقدي راح فهم التقويم النقدي راح تستعمله كمفتاح كما شفنا في درس المقال كما شفنا في درس حصر الضعف كما شفنا في درس رومانسية نستعمل التقويم النقدي كمفتاح للوصول إلى أسرار النصوص بها نحلل به النص إذن التقويم النقدي رأي مندمج مع البناء الفكري حتى وراءه بارتي وحده حتى وراءه جزء وحده ولكنه مندمج اندناجا تاما مع البناء الفكري أما البناء اللغوي أما البناء اللغوي فهو بسيط جدا تافه أو أقل ما نقول عنه بسيط جدا وأي واحد يقدر يجاوب عليه بكل بساطة ولذلك هذه السنة سأقوم بالتركيز أكثر على التقويم النقدي والبناء الفكري وحل المواضيع سنحل جميع البكالوريات لدولة الجزائر ودولة تونس ودولة المغرب لأنها قريبة من بعضها قريبة جدا يعني نمشو بنفس البرنامج وبنفس الوطير سنحل جميع البكالوريات الجديد في هذه السنة أنني أعطيكم مفاجأة جبارة جدا مفاجأة رائعة جدا وهي أنني سأكون متواجدا في الجزاء العاصمة بمدرسة مرسي هذه المدرسة الجبارة فيها طاقم رائع جدا وأنا الحمد لله اتصلت بالمدرسة ورحت استقبلت استقبال الأبطال ويعني طاقم الهدف التاعهم الوحيد والشغف التاعهم الوحيد هو نجاح التلميذ يوفر جميع الظروف يوفر جميع الأفكار يوفر جميع المستلزمات ويبذلون أنفسهم في خدمة التلميذ يعني يقول لك يفرش روحة عربية يعني باشا التلميذ ينجح في نهاية السنة أنا سأكون متواجدا في هذه المدرسة لكي أكون قريبا منكم بمعنى رايح نحتك بكم أكثر رايح نقدم العلاج النفسي والبيداغوجي رايح نعتمد على التطبيق يجمع أنني عمري مندير دورات يعني سريعة تأثير فيام وربع أيام وسمانة أنا يجمع أنها هذا الأمر لا يعني لا لا هذه حاجة أنتي بيداغوجي هذه حاجة ضد البيداغوجي وضد العلم كيفاش أنت تحشر له يعني درست ولا حاجة تعسنا في أسبوع لا احنا راح نمشو بوتيرة هادئة راح نصحح للتلميذ تلميذا تلميذا واحدا واحدا يعني نالجهم واحدا واحدا كل واحد على حساب الضعف كل واحد على حساب الخطأ كل واحد ما أعطي له الدواء كما يستلزم لأن اليوتيوب اليوتيوب شي جميل جدا يخليك تنفتع الناس خليك تفكر معنا ولكن اليوتيوب وكأنك تمد في دواء واحد للناس أكل وغير أنك طبيب فاتح تمد في دواء واحد للناس أكل أما أنك تكون قدامي أنني نصحح لك أخطائك أنني نوقف معاك أنك يتجاوب نسمع إجابتك أنني نعالجها هذه الإجابة نقول لك ديرهاك ومديرش وديرهاك ومديرش أحسن من اليوتيوب بمراحل كثيرة ولذلك سأكون متواجدا في هذه المدرسة البرنامج اللي أنا سنقدمه في هذه المدرسة إن شاء الله لحظوا معايا البرنامج عدنا أولا تقطيع العروضي طبعا أنا تقطيع في سما لا أفتخر بها يعني الحمد لله الحمد لله تلميذ اللي قرأوا عندي يعني نخليهم يقطعوا البيت قبل ما ينهي القراءة مش يقطعوا يكتبوا كذا ويبدأ يدير في الرموز لا وهو يقرأ في البيت يقطعه ويتحصلوا على البحر بكل سهولة إذن تقطيع العروضي ثم الإعراب اللفظي والتقديري في حساس موالية مع إعراب الضمائر درس الصور بيانية إعراب الجمل أنماط النصوص تحفيظ ما هي تحفيظ هذه تحفيظ يعني تحفظ المؤشرات في علم معتل أنظر والتخليق التلخيص الحال والتمييز إذا إذن 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 لو لا ولو القراءة اللغوية إلى غريب وبعدها ندخله في البناء الفكري وتقوم نقدي عصر الضعف بكالوريا 2010 وبعدها نروح للشعر السياسي بكالوريا 2018 وبعدها الرومانسي بكالوريا 2018 بمعنى ركم تلاحظوا بأنني ندير الوسم ندير هنا التقويم وندير معها الباك 2010-2018 بمعنى لازم ضروري جدا أنني نطبق لكم على بكالوريات وبعدها الرومانسي وبعدها 2008 2008 وبعدها المقال تحفيظ وبعدها لاحظ معي أنني البرنامج كامل درته في شهر واحد بمعنى البرنامج نديره وبعد نعود نرجع المنفى الباك المقال الاجتماعي السياسي المقال النقدي وبعد نذهب القصة المصرحية لأنها أنا لم أجد العمل يفات يعني ممكن جدا بعد نبدأ نحلو في باكالوريات المغرب باكالورية المغرب وبعد نروح حتى باكالوريات تونس نمر الرمز قضية الفلسطينية النصر العلمي متأدي بإم الخلدون النصر العلمي القزويني المدأح النبوية وبعد نرجع الباكالوريات مرة أخرى وبعد ذلك أقوم بحل المقترحات طبعا عندي برنامج ثري جدا عندي بعض الأوراق يعني خدمتهم أنا الورقة هذه تساعدك على الحل لاحظ معي دعوني هنقدر تلكم العملفات لا لكم كتب معي العملفات لاحظة برك ندخل الكور باش نباشرة اعتذر يعني نروح للرمضان مثلا هذه الورقة حل باكالوريات هذه الورقة نحن ندهلكم تكتبوا فيها الإجابة هاي الإجابة تاعك هنا وتكتبت عمر هذه إجابة نموذجية باش تتعلم كيفية الإجابة النموذجية بشكل ممتاز وجبار طبعا أذكركم أنا أتمنى أنني هذا السنة رح ننشر فيديوهين زوج فيديوهات في الأسبوع لبرنامج الباكالوري وكذلك سنة أولى وسنة ثانية هم تعبوني قالوا يا أستاذ وكذلك الاخرين ما نحفره وش ثاني خوتنا لأنهم رحين قدوا يقولون باكالوريا أيضا نعطوهم ثاني فيديو في الأسبوع مرة واحدة والربعة المتوسط الثاني نعطيهم فيديو في الأسبوع مرة واحدة وبالتالي رايح أنا نخصص يوم للتصوير هو يوم أربعة أو ثلاثة أو الاثنين خصص يوم خاص بالتصوير ندير فيه الفيديوهات في أربعة وننشرهم بشكل هادئ رح نقسم القناة إلى يعني أو اسمه إلى اسمه ثم يعني إلى هذك يعني هذك قنوات هكذا قنوات في قناة أنا ما عرفش العبر عليكم تعرفوا هاتونا مهم هكذا تبعوني باهتمام رح نتلقون الكتاب التاعي عندي كتابين العلميين وحده والأدبين وحده رح نتلقوني متواجد في مدرسة مرسي سيعني أعالج جميع الأخطاء سأقدم كل ما أستطيع كل ما أتيت من قوة هذه مدرسة مدرسة أبطال يعني أتمنى أن نكون نروم ناس في المستوى أتمنى أن أكون يعني ما أكون على اليوتيوب وجمع لي ما ما يقدرونش يجو وجمع لي يعني ما رحبا بهم وجمع لي ما يقدرونش يعيطوننا في الهاتف وجمع لي ما ما يقدرونش يعيطوننا في الهاتف يبعثوننا في الإيميل وجمع لي ما ما يقدرونش يبعثوننا في إيميل يبعثوننا في الصفحة وسأحاول أن أكون وأن أقدم يد العون إلى الجميع لأنكم تستاهلوا كل خير ستقوني والله تستاهلوا كل خير وأنا معكم وأضحي من أجلكم وسأقوم بما لم أقوم به العام الماضي لأن هذا العام عندي عام كامل فيدي العام الماضي راني بديت في نهاية سنة يعني كنت خايف يعني ما يقولكم صراحة كنت خايف أنني نمشي وبعدها لما لقيت عندي طريقة آمل وقلت بلي عندي طريقة يعني الحمد لله ولكن هذه السنة سأكون متواجدا معكم رايح ندلكم راني خمم ثاني في في واحد اللعبة رايح نديرها في البلاي ستور قني قم فكر يعني أخدمها لي واحد وكذا إلى خيري لعبة جو كويز مع أنها تطرح أس إلاف تقويم نقضي أس إلاف بين اللغوي واللعبة هذه كشيني تبعث لي تقييم انتاعك في الصفحة انتاعي بمعنى أن ترك تلعب وفي نفس الوقت تجيني الأجوبة انتاعك بالاسم واللقب لأصفحة انتاعي انتك تبعث لي تقول لي يا أستاذ أنا فلان من فلان أنا كي نروح مباشرة من الصفحة نضرب نلقى اسمك واللقب انتاعك يعني عندي معرفة مسبقة نقول لك يا فلان ركا غلطت في ذيك ونعرف النقائص تاعك وبعد ذلك ربما استطيع تشخيصها يعني إذا كنت أمامي في الفيسبوك إذا كنت أمامي في مدرسة مرسي سيكونوا رأي نعطيكم الآن ندخلوا للفيسبوك تاع صفحة مرسي هذه مدرسة مرسي يعني شي جميل جدا قالوا أستاذ لغة العربية ندروها مفاجأة يعني نفضح لم المفاجأة رب إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله نفرح بكم وتفرحوا بي أتمنى أن تكونوا خير سفير لهذا الأستاذ الفقير يعني كونوا صفارا للخير ما تبخلوش خوتكم ما تبخلوش زماناكم أبعثوا الفيديو هذا في كل مكان في كل مكان في كل مكان في كل مكان ونشروا على صفحاتكم وسأكون إن شاء الله معطاء سأكون إن شاء الله يعني كما تريدونني أن أكون ولكن كونوا كما أريدكم أن تكون كيف تكونوا والاستاذ كيف تكونوا دروسهم واجتهدوا وجدوا وطابروا فهذه السنة السنة المميزة وهذه البكالوريا لها مش كمالعوني فاتت اللعب مكانش اسنا اتمنى ان اكون قد وفقت في هذا الفيديو وانتمنى اكون ما طولتش عليكم اراني شوي انا نطول في الهدراء والسلام عليكم ورحمة الله ما تنسوش طب ونيو في الهدراء انا مش مافو نقول هذين كانوا بصح ديروا لي اشتراك في القناة التاعي وديروا لي هذيك الاسماء يعني انشر الفيديو انشر الفيديو وانشرها وربي جزيكم خير وانني في الخدمة ودعو لي بالشفاء العاجل ربي يحفظكم ربي يحفظكم ربي يحفظكم يخليكم ويفرحني بكم ونشوفكم ناشحين ان شاء الله وما تنسوش تراني في مدرسة مرسي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته